بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الثالث درسنا لهذا اليوم حل المتباينات الجزء الأول من هذا الدرس معلمكم الأستاذ علي عبدالله العنبر وزميلي في لغة الإشارة أستاذ عماد الذوي إذن موضوع درسنا هو حل المتباينات الجزء الأول من هذا الدرس فكرة الدرس أحل المتباينات باستعمال خصائص الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة إذن فكرة درسنا أن نحل المتباينات باستعمال خصائص الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة استعد أوراق نقدية وضع كل من أحمد وخالد ما في جيوبهم من نقود على الطاولة السؤال الأول أكتب متباينة تقارن بين نقود أحمد وخالد لدينا هنا في هذا الجدول أحمد يملك من العملات النقدية 50 ريالا ورقة واحدة 10 ريالات ورقتان ريال 4 قطع من فئة الريال خالد يملك 10 ريالات من 5 أوراق وريال قطعتان إذن سوف نكتب متباينة لدينا أحمد وخالد أحمد يملك فئة 50 ريالا ورقة واحدة وفئة 10 ريالات ورقتان وفئة الريال 4 قطع وخالد يملك 5 أوراق من فئة 10 ريال ويملك قطعتان من فئة الريال ما هو أو ما هي المقارنة بين نقود أحمد وخالد أحمد معه 74 ريالا وخالد 52 ريالا فمبلغ 74 أكبر من 52 إذن مبلغ ماذا؟ مبلغ أحمد أكبر من خالد في السؤال الثاني إذا حصل كل منهما على 10 ريالات إضافية فهل ستبقى المقارنة صحيحة؟ اشرح ذلك هذا أحمد وخالد وهذا مبلغ كل منهما إذا حصل كل منهما على 10 ريالات إضافية قمنا بإضافة هنا 10 ريالات إلى كل من أحمد وخالد أصبح لدى أحمد كم؟ نعم أصبح لدى أحمد 84 وخالد لديه 62 وال84 أكبر من 62 هل المقارنة تبقى صحيحة؟ لدينا هنا نعم مبلغ أحمد أكبر أو نقود أحمد أكبر من نقود خالد إذن المقارنة تبقى صحيحة ستبقى المقارنة صحيحة لماذا؟ لأننا أضفنا مقدارا للطرفين نفس المقدار قمنا بإضافته للطرفين أيضا في استعد السؤال الثالث إذا اشترى كل منهما بقيمة ريالين فهل ستبقى المقارنة صحيحة؟ لدينا أحمد وخالد هذا مبلغ أحمد ومبلغ خالد إذا اشترى كل منهما بقيمة ريالين يعني نحن هنا نقوم بخصم ريالين من كل شخص من أحمد خصمنا ريالين ومن خالد خصمنا ريالين ماذا يتبقى لدى أحمد وخالد؟ يتبقى لدى أحمد 72 وخالد يتبقى لديه 50 ريال وال72 هي أكبر من 50 ريال هل تبقى المقارنة بين أحمد وخالد صحيحة؟ نعم لدينا أحمد أو نقود أحمد أكبر من نقود خالد إذن ستبقى المقارنة صحيحة لماذا؟ لأننا طرحنا من كل منهما أو مقداراً من نفس المقدار من الطرفين قمنا بطرح ريالين من الطرفين تبين الأمثلة أعلى خصائص المتباينة وهذه الخصائص صحيحة عندما ألف أكبر من أو تساوي باء وألف أقل من أو تساوي باء خصائص المتباينة في الجمع والطرح التعبير اللفظي عند جمع أو طرح العدد نفسه من طرفين متباينة فإنها تبقى صحيحة عند جمع أو طرح العدد نفسه من طرفين متباينة فإنها تبقى صحيحة بالرموز لأي ثلاثة أعداد ألف وباء وجيم إذا كان ألف أكبر من باء فإن ألف زائد جيم أكبر من باء زائد جيم وكذلك ألف ناقص جيم أكبر من باء ناقص جيم لاحظوا هنا أننا قمنا بطرح نفس العدد أو قمنا بإضافة نفس العدد للطرفين وهنا قمنا بطرح نفس العدد للطرفين فإن المتباينة ستبقى صحيحة كذلك إذا كان ألف أقل من باء فإن ألف زائد جيم هي أقل من باء زائد جيم إذا كانت ألف أقل من باء فإن ألف زائد جيم هي أقل من باء زائد جيم قمنا بإضافة جيم لهذا الطرف وقمنا بإضافة جيم لهذا الطرف ستبقى المتباينة أقل من كذلك إذا طرحنا جيم من الطرفين ستبقى المتباينة نفسها بالأمثلة إذا كان 2 أكبر من سالب 3 قمنا هنا بإضافة 5 إلى الطرفين 2 زايد 5 هل هي أكبر من سالب 3 زايد 5؟ نعم 2 زايد 5 7 وسالب 3 زايد 5 هي 2 و 7 هي أكبر من 2 إذن تبقى المتباينة صحيحة كذلك إذا كان هنا لدينا متباينة 3 أقل من 8 إذا قمنا بطرح 4 من الطرفين الطرف الأيمن 3 نقص 4 هل هي أقل من 8 نقص 4؟ بالتبسيط 3 نقص 4 هي سالب 1 والطرف الأيسار 8 نقص 4 هي 4 وسالب 1 هو أقل من 4 إذن تبقى المتباينة صحيحة يقصد بحل المتباينة إيجاد قيم المتغير التي تجعل المتباينة صحيحة مثلاً حل المتباينات بالجمع والطرحة حل المتباينتين الآتيتين ثم تحقق من صحة الحل لدينا المثال الأول نون ناقص 8 أقل من 15 أولاً أكتب المتباينة نون ناقص 8 أقل من 15 لحل المتباينة أضف 8 للطرفين لماذا؟ لكي نحذف هذا العدد في الطرف الأيمن نريد أن نحذف سالب 8 سوف نضيف 8 للطرفين نقوم بعكسها هو مطروحاً منها إذن سوف نضيف 8 للطرفين نضيف للطرف الأيمن 8 وللطرف الأيسار 8 الآن نبسط في الطرف الأيمن 8 ناقص 8 صفر يتبقى لدينا في الطرف الأيمن نون في الطرف الأيسار 15 زائد 8 نعم سوف تصبح نون أقل من 23 إذن الحل هو نون أقل من 23 للتحقق إرشادات للدراسة التحقق من صحة الحل يمكنك التحقق من صحة الحل في المثال واحد بتعويض أعداد أصغر من 23 في المتباينة والتحقق من صحة الناتج إذن للتحقق هنا نعوض عن نون في المتباينة الأصلية بـ 22 وهو أقل من 23 نعوض بـ 22 أو أي عدد أصغر منه سوف نجد أن المتباينة صحيحة أيضا في المثال الآن المثال الثاني لدينا حل المتباينتين الآتياتين ثم تحقق من صحة الحل في المثال الثاني سالب أربعة أكبر من أو تساوي لام زائد 7 لحل هذه المتباينة أولا نكتب المتباينة نعم سالب أربعة أكبر من أو يساوي لام زائد 7 الآن سوف نطرح 7 من الطرفين نريد أن نحذف هذا العدد موجب 7 هو مضاف في هذا الطرف إذن سوف نطرح 7 من الطرفين سالب أربعة سالب 7 أكبر من أو تساوي لام زائد 7 ناقص 7 الآن نبسط بالتبسيط لدينا هنا زائد 7 ونقص 7 صفر يتبقى لديه في الطرف الأيصر لام الآن سالب أربعة وسالب سبعة نعم سوف تصبح سالب 11 أكبر من أو تساوي لام إذن الحل هو لام أقل من أو تساوي سالب 11 للتحقق عوض عن لام في المتباينة الأصلية بسالب 11 ثم بعدد أصغر منه سوف تجد أن المتباينة تبقى صحيحة لدينا تحقق من فهمك حل المتباينات الآتية ثم تحقق من صحة الحل السؤال الأول هو فقرى ألف تا زائد 3 أكبر من 12 نريد أن نحل هذه المتباينة نكتب المتباينة تا زائد 3 أكبر من 12 الآن نحذف 3 من الطرفين نعم الطرف الأيمن بالتبسيط زائد 3 ناقص 3 يتبقى لديه في الطرف الأيمن تا الطرف الأيسر 12 ناقص 3 نعم سوف تصبح متباينة تا أكبر من 9 للتحقق من صحة الحل نعوض بأي عدد أكبر من 9 ليكون العدد 11 في المتباينة الأصلية تا زائد 3 أكبر من 12 نقوم بالتعويض مكان تا 11 هل 11 زائد 3 أكبر من 12 نبسط 11 زائد 3 أربعة عشر وهي ماذا؟ وهي أكبر من 12 10 إذن الجملة صحيحة أيضا في تحقق من فهمك حل المتباينات الآتية ثم تحقق من صحة الحل السؤال بأ نون زائد نصف أكبر من أو تساوي أربعة نكتب المتباينة نون زائد نصف أكبر من أو تساوي أربعة لحل هذه المتباينة سوف نطرح نصف من الطرفين هنا في الطرف الأيمن زائد نصف وناقص نصف صفر يتبقى لديه في الطرف الأيمن نون أكبر من أو تساوي أربعة ناقص نصف في الطرف الأيسر نعم سوف يتبقى لديه في الطرف الأيسر ثلاثة ونصف إذن نون أكبر من أو تساوي ثلاثة ونصف هذا هو الحل للتحقق من صحة الحل نعوض بأي عدد أكبر من أو يساوي ثلاثة ونصف وليكن العدد خمسة في المتباينة الأصلية هذه هي المتباينة الأصلية نعوض مكان نون بالعدد خمسة خمسة زائد نصف هل هي أكبر من أو تساوي أربعة نبسط خمسة زائد نصف هي خمسة ونصف وهي أكبر من أو تساوي أربعة إذن الجملة صحيحة وحلنا صحيح لدينا أيضا تحقق من فهمك حل المتباينات الآتية ثم تحقق من صحة الحل السؤال جيم صاد ناقص واحد ونصف أقل من اثنان لحل المتباينة نكتب المتباينة أولا نحن نريد هنا في الطرف الأيمن أن تبقى لدي صاد ولدينا هنا ناقص واحد ونصف لنتخلص من ناقص واحد ونصف هي مطروحة من هذا الطرف إذن سوف نضيف واحد ونصف للطرفين بإضافة واحد ونصف سوف يصبح الطرف الأيمن ناقص واحد ونصف زائد واحد ونصف صفر يتبقى لدي في الطرف الأيمن صاد الطرف الأيسر اثنان زائد واحد ونصف نعم هي ثلاثة ونصف إذن صاد أقل من ثلاثة ونصف وهو حل هذه المتباينة صاد أقل من ثلاثة ونصف نصف للتحقق من صحة الحل نعوض بأي عدد أصغر من ثلاثة ونصف أو أقل من ثلاثة ونصف وليكن العدد ثلاثة مثلا نعوض في المتباينة الأصلية صاد ناقص واحد ونصف أقل من اثنان نضع مكان صاد ثلاثة ناقص واحد ونصف هل هي أصغر من اثنان نطرح ثلاثة ناقص واحد ونصف نعم سوف يتبقى لدي واحد ونصف وهو أقل من ماذا؟ أقل من اثنان إذن الجملة صحيحة وحلنا صحيح لدينا تأكد السؤال حلك المتباينة ومثل الحل بيانيا ثم تحقق من صحة الحل السؤال الأول با زائد خمسة أكبر من تسعة لحل هذه المتباينة نكتب المتباينة أولا نحن نريد في الطرف الأيمن با نريد أن نحذف زائد خمسة هذه مضافة في هذا الطرف إذن ماذا نفعل؟ نعم سوف نطرح خمسة من الطرفين نقوم بعكس الإضافة الطرح إذن في الطرف الأيمن نختصر زائد خمسة ونقص خمسة صفر يتبقى لديه في الطرف الأيمن با با أكبر من تسعة ناقص خمسة نعم سوف تصبح با أكبر من أربعة وهو حل المتباينة با أكبر من أربعة لكي نتحقق أو أولا نمثل الحل بيانيا على خط الأعداد عند العدد أربعة نضع دائرة مفتوحة لماذا نضع دائرة مفتوحة؟ نعم لأن العدد أربعة ليس من ضمن الحلول الحلول هي أكبر من أربعة إذن الأكبر من أربعة على اليمين هنا نضلل هذا الخط هذه هي تمثل حل المتباينة التحقق من صحة الحل نعوض بأي عدد أكبر من أربعة في المتباينة الأصلية وليكن العدد ستة با زائد خمسة أكبر من تسعة هذه المتباينة نعوض مكان باب العدد ستة هل ستة زائد خمسة أكبر من تسعة؟ هنا في الطرف الأيمن ستة زائد خمسة؟ أحد عشر وهي أكبر من تسعة نعم صحيحة إذن الجملة صحيحة وحلنا صحيح الجملة صحيحة وحلنا صحيح أيضا في تأكد حلك المتباينة ومثل الحل بيانيا وتحقق ومن ثم تحقق من صحة الحل السؤال الثالث سين ناقص أربعة أقل من عشرة لحل المتباينة نكتب المتباينة سين ناقص أربعة أقل من عشرة لكي أحل المتباينة أنا أريد أن يتبقى لديه في الطرف الأيمن سين فقط لدينا هنا ناقص أربعة نقوم بعكسها وهو إضافة ماذا للتخلص منها؟ نعم نضيف أربعة للطرفين نضيف للطرف الأيمن أربعة وللطرف الأيسر أربعة نختصر هنا ناقص أربعة زائد أربعة صفر يتبقى لديه في الطرف الأيمن سين الطرف ليس العشر زايد أربعة نعم تساوي أربعة عشر إذن سين أقل من أربعة عشر هذا هو حل المتباينة نمثل المتباينة بيانينا على خط الأعداد على خط الأعداد عند العدد أربعة عشر نعم نضع دائرة مفتوحة لأن الحل هو أقل من أربعة عشر إذن أربعة عشر ليس من ضمن الحلول نضع دائرة مفتوحة الأقل هنا سهم إلى اليسار وهي العداد التي أقل من 14 هذا هو التمثيل الحل بيانيا للتحقق من صحة الحل نعم نعوض بأي عدد أصغر من 14 وليكن العدد 12 إذن في المتباينة الأصلية سين ناقص 4 أقل من 10 نعوض هنا مكان سين 12 ناقص 4 هل هي أقل من 10 في الطرف الأيمن نبسط 12 ناقص 4 نعم 8 وهي أقل من ماذا؟ أقل من 10 إذن الجملة صحيحة وحلنا صحيح تدرب وحل المسائل حلك المتباينة تمثل الحل بيانيا ثم تحقق من صحة الحل السؤال 10 5 زائد سين أقل من أو تساوي 18 نكتب المتباينة 5 زائد سين أقل من أو تساوي 18 لحل المتباينة أنا أريد أن يبقى لدي هنا في هذا الطرف سين فقط لدينا هنا العدد 5 وإشارته يموجب إذن للتخلص منها ولحذفه سوف نطرح 5 من الطرفين الطرف الأيمن إذا طرحنا من 5 تبقى لدي في الطرف الأيمن سين الطرف الأيسر 18 ناقص 5 نعم سوف تصبح المتباينة سين أقل من أو تساوي 13 تمثيلها على خط الأعداد عند العدد 13 نعم نضع دائرة مغلقة أو مضللة لماذا؟ لأن العدد 13 من ضمن الحلول الحلول هي قيم سين أقل من أو تساوي 13 يعني 13 عدد 13 من ضمن الحلول وأقل منها هنا هذه الأعداد التي أقل منها للتحقق من صحة الحال نعوض بأي عدد أصغر من أو يساوي 13 وليكن العدد 12 نعوض في المتباينة الأصلية 5 زائد سين أقل من أو تساوي 18 هنا نعوض مكان سين بالعدد 12 هل 5 زائد 12 أقل من أو تساوي 18؟ لنبسط الطرف الأيمن 5 زائد 12 نعم تساوي 17 وهي ماذا؟ وهي أقل من أو تساوي 18 إذن الجملة صحيحة وحلنا صحيح أيضا في تدرب وحل المسائل السؤال 32 كرة سلة يبلغ عماد من العمر 15 سنة ويفكر في الانضمام إلى فريق كرة السلة الممتاز أكتب متباينة وحلها لتحديد بعد كم سنة يمكنه الانضمام إلى الفريق لدينا هنا الالتحاق بفريق كرة السلة الناشئين العمر من 12 إلى 16 الشباب من عمر 17 إلى 22 الممتاز من عمر ماذا؟ الممتاز من عمر 23 فما فوق ولدينا عماد عمره 15 سنة ويفكر في الانضمام إلى فريق كرة السلة الممتاز أكتب متباينة لحلها لتحديد بعد كم سنة يمكنه الانضمام إلى الفريق ليكون سين يمثل ماذا؟ يمثل عدد السنين التي على عماد أن يبلغها لكي يلتحق إلى الفريق سين زائد 15 أكبر من أو يساوي 23 سين هو ماذا؟ عدد السنين عدد السنين وعمر عماد هو 15 إذا جمعنا عدد السنين زائد 15 يجب أن تكون أكبر من أو تساوي 23 لأن العمر للاتحاق في الممتاز هو من 23 فما فوق إذن أكبر من أو يساوي 23 لنحل هذه المتباينة لنجد عدد السنين وهي قيمة سين هنا سوف نطرح 15 من الطرفين نعم في الطرف الأيمن نختصر 15 ناقص 15 يتبقى لديه في الطرف الأيمن سين أكبر من أو تساوي 23 ناقص 15 نعم إذن سوف تصبح سين أكبر من أو تساوي 8 لأن 23 ناقص 15 ثمانية إذن بعد 8 سنوات أو أكثر يمكن لعماد أن ينضم إلى فريق كرة السلة الممتاز في نهاية هذا الدرس تعلمنا خصائص المتباينة وهذه الخصائص الصحيحة عندما ألف أكبر أو يساوي باء وألف أصغر من أو يساوي باء في التعبير اللفظي عند جمع أو طرح العدد نفسه من طرفين متباينة فإنها تبقى صحيحة وبالرموز كتبنا لأي ثلاثة أعداد ألف وباء وجيم إذا كان ألف أكبر من باء فإن ألف زائد جيم أكبر من باء زائد جيم وكذلك ألف ناقص جيم أكبر من باء ناقص جيم أيضا إذا كان ألف أقل من باء فإن ألف زائد جيم أقل من باء زائدا جيم وكذلك ألف ناقص جيم أقل من باء ناقص جيم بالأمثلة كتبنا 2 أكبر من سالب 3 إذا ضفنا 5 إلى الطرفين فإنها ستبقى 7 أكبر من 2 وكذلك إذا كان 3 أقل من 8 إذا طرحنا 4 من الطرفين ستبقى سالب 1 أقل من 4 ويقصد بحل المتباينة إيجاد قيم المتغير التي تجعل المتباينة صحيحة إذن حل المتباينة يقصد به هو إيجاد قيم المتغيرة التي تجعل المتباينة صحيحة إلى هنا يا حبتي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته